الآن أسعار النفوط صعدت احتياط مال البنك المركزي جاوز المئة مليار دولار وما زالت الزيادة الموازنة أيضا تم اعتمادها على أساس 45 اليوم أسعار النفوط 85 وفي وقت سابق وصلت لـ 120 أو أكثر يعني أكو وفرة مالية شون اللي يمنع حس مجلس الوزراء من تضمينها بالموازنة لكن يا أستاذ العزيز احنا نحكي ما يخالف هذه تضمن لكن احنا مثل ما قال الدكتور الكريم قائحنا بحاجة إلى تعديل القانون يعني أنت يصير داخل عائلة وحدة بداخل بيت أب ينطي الإبن معين ينطي أو يكرم ملده ويبقي واحد هو راح هذا تخلق عنده عدران متقيحة بداخله نتمنى تكون هناك التفاتة من الحكومة هذا صير عدالة أستاذ